ولو خسر العراق نبض حيات البيوت والذكريات لكنه خرج من رحم المعانات مصمما على تحقيق النجاحات ومن الموصل يسجل العراق انتصارا جديدا يرسم الفرحة في قلوب شعبه وبروح شبابية تعلن مستقبلا يعيد العراق إلى مجده التليد المرتبة الأولى عالميا في مسابقة جائزة زايد للاستدامة لعام 2023 على مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية بمشاركة 152 دولة عالمية و4358 مشروعا مستداما أمن للعراق هو أن يكون مشروعنا كخطوة أولى للتغيير إلى الأفضل إذن من بوابة نينوع يشق الجيل العراقي الصاعد نحو الإبداع طريقه نحو أفق جديد يرفض قصوة الظروف سيما أن المشروع حمل اسم روح الحياة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وجه بتكريم الطلبة الذين حققوا إنجاز العراق في المرتبة الأولى كما دعمت قصة النجاح طموحات الجيل العراقي في مدارسه وجامعاته للمثابرة المستمرة ونيل الجوائز العالمية بعد أن أجبرتهم ظروف الحروب والصراعات على التوقف للوقوف بهمة عراقية استثنائية إذن تنضي ويمضي معها الأمل بحفر بصمة تلو أخرى على مستوى العالم